أختي تسأل تقول بأن زوجها بخيل فكيف تتعامل معه؟ أسأل الله أن يكفيني ويكون شر البخل أنا لا أجد مرضاً في الرجل أو من أخطر أمراض الرجال مرض البخل ولا حول ولا قوة إلا بالله لمن ابتلوا بهذا المرض وهذا الداء البخيل بعيد عن الله البخيل بعيد عن الله بعيد عن الجنة بعيد عن الناس ولو كان هؤلاء ولو كانوا أهله ولو كانت زوجته ولو كانوا أولاده الزوجة تكره الزوج البخيل ولو كان ديناً أي متديناً تكرهه لا سيما إن كانت الزوجة تعلم أنه يستطيع أن ينفق وأن يوسع عليهم وعلى أولادهم فالبخيل بعيد عن الله بعيد عن الجنة بعيد عن الناس والكريم قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس والبخيل ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يستمتع بنعم الله عليه ولا بفضل الله عليه وإنما يعيش يعيش محروماً ويموت محروماً من نعم الله عليه بل ومن دعاء أهله له بعد ذلك يقول لك حرمنا الله يحرمه حرمنا الله يحرم الجنة والله أسمع هذا بأذني رأسي حرمنا الله يحرم عليه الجنة ولا حول ولا قوة إلا بالله ويخرج البخيل والله العظيم لن يأخذ معه جنيهاً واحداً والله لن يضع في كفنه مليون أو مئة ألف أبداً داع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقير كل من يطمع غني كل من يقنع فأسى الله أن يكفيني ويكن شر البخل فما ألأم البخلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لكن نصيحة لأختنا إن كان زوجها بخيلاً فلا إثم عليها ولا حرج أن تأخذ من ماله ولو بدون علمه لتأكل هي وأولادها بالمعروف وهذا جواب دقيق وأرجو أن تأخذه الأخت بدقته وأرجو أن تأخذه الأخت أو أي أخت لها نفس القضية بهذه الدقة كما قال عليه الصلاة والسلام لهند قال كلي أنت وأولادك أو أنت وأهلك بالمعروف بالمعروف فإن اضطرت الأخت أن تأخذ من مال الزوجات لتأكل ولتطعم أولادها ولتأتي للبيت بحاجاته الضرورية فلا إثم عليها ولا حرج حتى ولو كان ذلك بدون علم الزوج البخيل الذي يبخل بالنفقة أما إن كانت الأخت تقصد بالبخل أن الزوجة ينفق عليهم وعليها وعلى أولادها ولكنها تحتاج مزيداً من الرفاهية مزيداً من الكماليات يعني عوز تلفزيون ستين بوصة مثلاً وعوز تلقى سبعمائة أدم لا هذا ليس بخلاً ولا يحل لها أن تأخذ من مال زوجها جنيهاً واحداً بدون علمه إن كان الأخذ لرفاهية كاملة أو لمزيد عن الحاجات الضرورية فلا يحل لأي زوجة أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه ولا أن تضع يدها في ماله إلا بإذنه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا وعنكم البخل وأن يرزقني وإياكم الكرم والجود وأن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا وأن يجعل المال في أيدينا ليسهل علينا العطاء والإنفاق لا في قلوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه موسيقى موسيقى